سين سؤال ما هو المطلوب؟ بكرة؟ من لعيبة الزمالك؟ شوف ماتش بكرة ده من الماتشاط اللي يجوز تقول عليه من الماتشاط الحاسمة يجوز جدا تقول عليه ماتش حاسم ماتش فارق يجوز يتقال عليه كده ولذلك مع كل حاجة بيقولها المدير الفني لازم اللعيبة لعيبة الزمالك يبقى نسبة التركيز بتاعتهم 100% المباراة اللي شبه كده اللي هي تعتبر نهائيات مبكرة ما بين الفرق الكبيرة زي الزمالك وزي الودات في الظروف هم هما الاتنين داخل دور المجموعات بتتلعب على تفاصيل قد كده تفاصيل صغيرة جدا جدا ولذلك انت كلعيب في الزمالك مطالب انك تركز طول التسعين دقيقة وتركز في التفاصيل لانه زي ما بيقولك الماتش ده انت محتاج فيه 100% وال100% بتاعتك هي المكسب لو اقل من المكسب فانت محتاج تعادل خد بالك التعادل هو بوجهة نظر مش انك تكسب النقطة هو التعادل بوجهة نظر انك تقلل فرص الودات شوية ده معنى اصح بالبالة دي كده بلغة الكرة تهمده شوية علشان يبقى الخنامة بينك وما بينه لانه بنسبة كبيرة على الورق بترو اتلتك فرصوا وحظوظوا افضل امام سجرادة وبالتالي هو هيبقى عنه سبع نقاط فانت بكرة انا لو انا مدير فني انا لو انا لعيب في الزمالك بكرة هلعب على التلاتة بكرة هلعب على التلات نقاط بكرة هلعب على المكسب ما جايش المكسب هلعب على التعادل بس دايما لما بتروح عايز اعلى حاجة يتوصل لها تنزل سنة بسيطة لكن تلعب على التعادل هي اللي فيها خطورة جدا 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 ولذلك ده مطش بقى اللعيبة ده مطش اللعيبة الكبيرة يعني مطش اللعيبة الكبيرة هو في حاجة اسمها مطش لعيبة ومطش ما فيش حاجة اسمها كده بس اقصد انه الجزء الكبير من خبرات اللعيبة بتتحكم في تنفيذ اكبر قدر ممكن من تعليمات المدير الفني وماتوهش وسط مباراة فيها ضغوط جمهرية لانه هيبقى فيه جمهور فيها ضغوط جمهرية وفيها ايضا كمان حماس كبير جدا وفيها رغبة من الفريقين انهم ما حققوا نتيجة ايجابية الودادة غلب الماتش اللي فاته وبالتالي هو عايز يعمل حاجة الماتش ده يعني لازم يعمل حاجة الماتش ده وانت كمان كزمالك متعادل الماتشين وعايز من الماتش ده التلت نقاط لو ما كانش التلاتة فنقطة على اعتبار انك زي ما بقولك تعطل بس الوداد مش اكتر ولاقل ولذلك اللعيبة بكرة مطالبة بان يبقى عندها الروح قوي جدا جدا عندها المثابرة عندها الرغبة لازم طريقة لعب الزمالك يبقى فيها نوع من انواع التهديد والشراسة بتاعت الزمالك الحقيقية بتاعت الزمالك الحقيقية بطريقة الزمالك الحقيقية اللي احنا كنا بنشوف فيها الواجه الحقيقي دايما للزمالك اتفقنا ده المهم الحقيقية ان اللي 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 واحد شافه او اللي واحد سمعه او اللي واحد تابعه خلال الفترة اللي الفاتت داية منذ اصول الزمالك الى المغرب يدي لك انطباعة دقيقة انه الزمالك يشعر كما لو انه في بلده تمام كل مسؤولي نادي الزمالك بيشكروا شكر كبير جدا جدا في الاستقبال اللي حصل من مسؤولي الوداد وبيشكروا شكر كبير جدا جدا فيما تعلق باستقبال الرجاء نفسه الرجاء المغربي في ظل علاقات ممتدة مميزة ما بين الزمالك وبين الرجاء وبين الوداد فدي أمور وانطبعات مهمة جدا جدا